السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير في الفيديو بتاع النهار ده بازن الله نستعرض مع بعض ازاي نسرع منتصاب فهمك وينقلل من استخدامه لموارد الجهاز بحيس ان هو يستخدم اقل لموارد وفي نفس الوقت نسرع عملية التحميل لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو لنهاية طيب هنعمل ده مع بعض ازاي كل اللي احنا هنعمله ان احنا نفتح المتصفح بتاعنا اللي هو ميكروسوفت اتش ونيجي في خانة البحس الفوق نضع لصق للرابط اللي انا ان شاء الله تركوه لك في قلب سندوق الوصف تمام كده هيظهر معايا الامر البرامجي اللي احنا نستخدمه لعملية التسريع ممكن حضرتك تحمله لو انت ضغطت كده تمام كده يبدأ عملية التحميل وممكن آآ ننسخه من نفس الموضوع زي ما حراكش شايف كده الامر البرامجي تم تحميله فانا هفتح المكان اللي اتحمل فيه اللي هو الملف تمام واخده على سطح المكتب برا ووري لحضرتك اللي احنا نعمله هاخده خص تمام هقفل بقى اللي هي الصفحة بتاع المتصفح مش محتاجه انا حملت خلاص الملف عندي زي ما حراكش شايف كده هو بيقول لي استبدال آآ لان انا قد حاطت نسخة منه على سطح المكتب طيب هيفتح معايا اللي هو الامر البرامجي اللي هو عبارة عن مستند نصتي زي ما حراكش شايف كده هو عبارة عن امر برامجي هنستخدمه لتحسين اداء تسريع تحميل الصفحات تقليل استهلاكه للموارد تمام كده هوت وهنشغله بوضع كفاءة عالي عشان نحسن من سرعة آآ ميكروسوفت ادش وسرعة تحميله للصفحات كل اللي انت هتعمله ان انت هتبدأ تضغط على كلمة ملف وتضغط على حفظ باس تمام كده هوت هيزهر معانا بالسردية هنبدأ نكتب هنا آآ تسريع متصفح ايتش تمام وبعد كده تغير اللغة آآ الخاصة بالكتابة من اللغة العربية للغة الانجليزية تمام هتبدأ تضع نقطة باللوحة المفاتيح وتكتب بي اي تي لازم الملف يتحفظ بصيغة آآ بي اي تي وقابلها طبعا النقطة هتحدد طبعا المكان اللي تحفظ عليه اللغة ده انت تحفظه على سطح المكتب وبعد كده تضغط على حفظ هتقفل الملف ده تمام هتلاحز بقى ان الملف ده عندك على شكل تروس ومكتوب عليه اللي هو تسريع متصفح ميكروسوفت طيب كل اللي هتعمله انت تقف عليه تعمل كليك يمين تضغط تشغيل كما سقول وتنتظر لحديث ما الامر البرمجي ينتهي من عمله زي ما حرك شايف كده هيبدأ يفتح ليك المتصفح مرة تانية ويعمل له عادة تشغيل بس بعد ما عمل عملية تسريع لمتصفح بعد كده كل اللي عليك ان انت تضغط على اي مفتاح هتلاقي الامر البرمجي افل نفسه كل اللي هتعمله تضغط على اي مفتاح هتلاقي الامر افل نفسه بمنتهى البساطة نرجع بقى للمتصفح بتاعنا زي ما حرك شايف كده ده هيفتح معك بعد ما سرعناه لو انا حبيت اجربوا لحضرتك وافتح على صفحة من صفحات اليوتيوب هضغط على اليوتيوب عشان طبعا هنلاحظ الفرق في تحميل صفحات اليوتيوب هتلاقي الصفحة بتحمل بمنتهى السرعة والاداء زي ما حرك شايف كده طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمتش جديد لا تنساش طبعا ان انت هتتعملنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة عشان